السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقناة رواع الوصفات أهلا وسهلا فيكم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين زي ما أنتوا شايفين معي اليوم إن شاء الله رح نعمل أكلة سهلة وبسيطة هي عشوة يعني ما كنت بدي أصورها بس حبيت أني أصور لكم إياها ممكن في ناس ما بعرف كيف طريقة عملها جبت بصل وتوم وفلفل وعملتهم بالكبة طحن خشن شوي وبيدي أحطهم على النار جبت مالكتين ثلاثة من السمنة البلدية أو زيت زتون أو سمنة عادية اللي موجود عندك ممكن أنك تستعمليه وحطيت عليه البصل والتوم والفلفل بدي أسفحهم مظبوط لحد ديت ما يستويوا معي حطيت عليهم اتفت ملح وبيدي أخليهم على الغاز شوي لازم يستويوا معي لأنه اللحمة أصلاً المعلبة مستوية فبخليه البصل يستوي منيح بعدين بفتح عليه علبة اللحمة وبحطه عشان يستوي منيح معي فبعد ما أحركها بحركها شوي اللحمة مع البصل لأنه البصل عندي مستوي واللحمة يعني مستوية ممكن في ناس كتير بيأكلوها هيك ما بيعملوا فيها أي شيء بحطوها بصحن وبيأكلوها بس أنا حبيت أني أعملكم هاي الطريقة كتير زاكية في ناس ما بعرفها وفي ناس بعرفها حركتها وبعدين بدي أجيب البيض زي ما أنت بتحبي يعني بطين تلاتة أربعة الموجود عندك أو الكمية الناس اللي بدها تأكل منه حطيت أربع بيضات وحركتهم منيح بعدين تركتهم ليستويوا ما بظلني أحرك فيهم بعد شوي رجعت لهم وحركتهم كمان تحريكة أو تقليبة وسبتهم عشان يستوي البيض منيح بعدين رشيت عليهم نتفت ملح ما بحط غير ملح وفلفل أسود حطيت عليهم نتفت فلفل أسود وتركتهم وهيك صارت عندي جاهزة أكلة سهلة وبسيطة وسريعة إن شاء الله بتعجبكم اللي أول مرة بشوف قناتي ياريت يدعمني وفعل زر الجرس ويعمل لايك لأنه اللايك بيوصل لأكبر عدد من الناس ويعطيكم ألف عافية